من القاهرة ينظم إلينا الدكتور محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء دكتور محمود بداية لو نعرف ما هو تعريف الدواء المخشوش أهلا بحضوريك تعريف الدواء المخشوش حسب توسينات منظمة الصحة العالمية هو الدواء الذي يهم شخص ما أنه بياخد الدواء يعني ده بنسميه دواء مزيف مواصفات الدواء خصائص الدواء مش موجودة في نفس التركيبة أو في نفس الإزازة أو العلب اللي هو بتعطيها طيب لماذا تنتشر ظاهرة الأدوية المخشوشة في الكثير من البلدان لسمع البلدان النامية يعني خلينا نتكلم من ظاهرة الأدوية المخشوشة دي ظاهرة موجودة في العالم كله تعزمت بعد قوانين حرية التجارة الحرة تعزمت بعد وجود منصات التواصل الاجتماعي في بعض الأحيان دول ما عندهاش رقابة كافية سواء على المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية نفس الوقت عندنا قوانين قصرة ما زالت من عهود سابقة ما بتنصش على تجريم غش الدواء زي بعض الدول زي الهند مثلا أو الصين بتوصل عقوبة غش الدواء للإعدام في بعض الدول اللي مش موجود فيها نظم صحية عبارة عن العقوبات بتاعتها عبارة عن بيدفع غرامات وبيخرج تاني وعشان كده الدواء صناعة غشه أو أفكار غشه متعددة ودي عصبات منظمة جدا جدا في حاجة تانية مهمة جدا أن تسعير الدواء في بعض الدول النامية غير عادل وبالتالي الأدوية الحيوية والاستراتيجية ما بتبقاش موجودة وبالتالي بتخش هنا العصابات وتبتدي تعمل نفس الأدوية تقلدة هي ولكن بأسعار أقل والأسف الشديد المواطن هو اللي بيدفع التمن هل يستطيع المواطن العادي أن يميز بين الدواء المرشوش وغير المرشوش قبل أن يأخذ التأثيرات الجانبية لهذا الدواء قبل أن يمرض أو يموت حتى خلينا نتفق نبرة واحد يجب الدواء بيتبع في أماكن مخصصة ليه لها الصيدلات العامة ما بيتبعش في أي مكان غير الصيدلية الصيدلية الدواء اللي موجود فيها مؤمن بنسبة 100% ولكن عندنا في مشاكل كبيرة جدا جدا لتحديد مهية الدواء إن كان سليم أو مخشوش لأن ما عندناش نظم أو تقنيات عالية نقدر نتعرف بيها على الدواء ده في بعض الأحيان إن المفاتيشين بينزلوا حملات ما بيقدروش يفرقوا بين الدواء الحقيقي والدواء المخشوش نتيجة وجود عوامل سعدة على الكلام ده كله زي الجرافيك وزي التقليد وكده ولكن خلينا واضحين الدواء بيتم شراءه من مكان محدد هو الصيدلية الصيدلية معروفة الصيدلية اللي هو معروف بياخد فطورة يعني هل هذا يعني أن كل الصيدليات اليوم تمتلك جميع الأدوية التي فيها هي أدوية سليمة ليست مخشوش أن نحن نتحدث عن يعني واضح أن غش الأدوية هو صناعة قائمة بحد ذاتها في الكثير من البلدان وهناك مصانع كبيرة لهذه الصناعة المزيفة أنا اعترفت أن الجريمة دي موجودة في العالم كله مش في مصر ولكن بيع الأدوية دي في الأول في الآخر أنت بتحتاجي الدواء ده مصدر محدد بيتباع منه مفيش في الصيدليات سواء يعني في مصر أو في دولة مجاورة صيدليات فيها أدوية مخشوشة بالشكل اللي يخلينا يعني منزعجين جدا جدا لأن في عقوبات شديدة يعني أنا لو مفاتش صيدالي دخلت صيدلية وتلاقيت أن فيه دواء اكس باير مش مخشوش أو دواء مزور زي ما احنا بنقول دي فيها ثلاث سنين ولكن هذه الأدوية لها طرق أخرى ومنافذ أخرى لبيعها عن طريق بعض الأسواق الشعبية أيضا عن طريق الانترنت دكتور يعني اليوم بات الانترنت سوق كبيرة لبيع الأدوية لسه هنتكلم في تجريم من ظاهرة بيع الأدوية على الانترنت من نظام الصحة العالمية احنا في الوطن العربي أو تحديدا في مصر بنحاول أن احنا كل فترة نوعي الناس ثقف الناس أنها ما تشريش أي أدوية عن طريق الانترنت لأن دي أدوية غير معروف ما هيتها بالكامل غير معروف المصادر اللي بتبعها ولكن طبعا طول ما فيه عرض وطلب طول ما فيه تسعير أقل من التسعير الباهز أو المغالف فيه أو المبلغ فيه في السوق الرسمي بيفضل موجود فيه ضحية بالسمرار ولكن بيع الدوية على الانترنت دي اصبحت كريمة جريمة كاملة يعني خصوصا دكتور بالتحديد أدوية إنقاص الوزن وأدوية الرجيم هي يعني باتت منتشرة بشكل كبير على الانترنت ولها مرويجين ولها مستهلكين إلى أي درجة يمكن أن تصل خطورة استخدام هذه الأدوية إذا كانت مخشوشة طبعا يعني خلينا نتكلم عن الحالة المشرية السنة في 2018 هنا عندنا حوالي بالضبط ضبطية قضائية بواسطة مباحث التموين أو بواسطة رجال وزارة الصحة في حوالي 18 مركز موجودين في القاهرة كان يبقى يتعاملوا مع أدوية محزورة بالكامل دي مش دوية بقى مخشوش ده دوية محزور يعني هناك أثر جانبي خطير في هذا الدو ولكن عدم موجود زي ما قلت حريق منظومة رقابية وقوانين فعالة حديثة آه عندنا مثلا في مصر في بعض القوانين إن شاء الله هتطلع السنين الجاي ولكن عدم موجود هذي القوانين بيؤدي أن أنا بتعامل في الدواء بمنتهى السهولة لأن في الآخر أنا هدفع غرامة مالية وأطلع لكن عندي مراكز كبيرة جدا وخاصة بتاعت التجميل والتخصيص والرشاقة عندي صلاة الجيم المنتشرة في عرض مصر كلها فيها أدوية للأسف الشديد العالم حزارها بسبب المشاكل الصحية اللي ممكن تحدث بل بالعكس احنا عندنا سنة 2018 في حوالي 6 وفيات نتيجة تداول أدوية تم حزارها من العالم أشكرك جزيلا دكتور محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء شكرا لك اشتركوا في القناة شكرا لك شكرا لك